حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن صماك عن محمد بن حاطي بن قال تناوت قدرا لأمي فاحترقت يدي فذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح يدي ولا أدري ما يقول أنا أصغر من ذاك فسألت أمي فقالت كان يقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك حدثنا أسود بن عامر وإبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن صماك عن محمد بن حاطي بن قال دنوت إلى قدر لنا فاحترقت يدي قال إبراهيم أو قال فوريمت قال فذهبت بأمي إلى رجل فجعل يتكلم بكلمين لأدري ما هو وجعل ينفوث فسألت أمي في خلافة عثمان من الرجل فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو إسحاق عن أبي مالك الأشجعي قال كنت جالسا مع محمد بن حاطي بن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت أرضا ذات نخل فخرجوا فخرج حاطيب وجعفر في البحر قبل النجاشي قال فولدت أنا في تلك السفينة حسنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بلج عن محمد بن حاطي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب الدف حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بلج قال قلت لمحمد بن حاطي بن أني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف قال بئس ما صنعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب عن محمد بن حاطي بن قال وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدفل فيها ويقول أذهب الباس رب الناس وأحسبه قال واشفه إنك أنت الشافي